دكتور زاكار نتواجد الآن في مصلى سكروفيني وهو مصلى صغير خاص ارتبط بقصر امتلكته عائلة سكروفيني دكتور هارس أمرت عائلة سكروفيني الفنانة جوتو بزخرفة هذا المصلى بلوحات الفريسكو دكتور زاكار يسمى هذا المصلى مصلى الحلبة لأنه مجاور لحلبة رومانية قديمة دكتور هارس عند التواجد في الداخل كما نحن الآن يراه الناظر أطول مما يتوقع ويشعر بأنه محاط بتصاوير كما يحدث عند التواجد في مساحة مغطاة بلوحات الفريسكو بشكل كامل دكتور زاكار يوجد عدد كبير من المشاهد الروائية لكن بين هذه المشاهد توجد لوحات ترامب لوي أي خداع بصري ولوحات رخامية وهمية يشعر الناظر بوجود حجارة مطعمة لكن هذه جميعا رسومات في الحقيقة دكتور هارس ويمتد ذلك إلى السقف حيث توجد سماء زرقاء مرصعة بالنجوم وتحتوي على تصاوير للسيد المسيح والسيدة مريم بالإضافة إلى قديسين وشخصيات أخرى دكتور زاكار تم تنظيم صلى الحلبة بطريقة دقيقة للغاية تنقسم اللوحات إلى ثلاثة أشرطة تبدأ من الأعلى وتمتد للأسفل أعتقد أن اتجاهها حلزوني بحيث تروي قصة مستمرة تبدأ بإجداد السيد المسيح ثم تنتقل إلى ميلاد السيدة مريم وزواجها في الشريط الثاني يتم سرد حياة المسيح أو نبوته ومن ثم يروي الشريط السفلي معاناة المسيح ووفاته وما يلي وفاته بشكل مباشر دكتور هارس من الغريب بالنسبة لنا اليوم أن الفضل في هذا يعود إلى خطيئة الربا التي أثرت بشكل كبير على ضمير إنريكو سكروفيني الذي كان قصره يقع في الجوار وامتلك هذه الأرض وبنى هذا المصلى واستأجر الفنانة جوتو للعمل فيه كان إنريكو سكروفيني مرابيا كما كان والده مرابيا أيضا دكتور زاكار ويعني ذلك أنه كان يفرض فائدة على المال تماما كما يحدث عند الاقتراض من مصرف وإيداع نقود في بطاقة الاعتمان إذن في أي محيط كاثوليكي كان المصرفيون يجنون أموالا طائلة لكن كان ذلك سببا لدخول النار بالنسبة لمعتقداتهم وقام شاعر أواخر العصور الوسطى العظيم دانتي بإفراد مكان لوالد سكروفيني في أحد أجزاء الجحيم الغادرة في أشهر قصائده الكوميديا الإلهية دكتور هارس لذلك كان إنريكو قلقا ولسبب ذاته قرر القيام بعمل صالح بالنسبة للعقيدة الكاثوليكية فقد بنى هذا المصلى كانت تلك طريقة في التكفير عن خطيئة الريبة آملا أن يساهم ذلك في جعل روحه تذهب إلى الجنة تم تصوير إنريكو ذاته على الجدار الذي يعلو المدخل حيث رسم جوتو مشهد يوم القيامة نرى إنريكو جاثيا ويعطي المصلى للسيدة مريم دكتور زاكار إنه يعطيه للمريمات الثلاث بينما توجد السيدة مريم في الوسط دكتور هارس لاحظ موضع إنريكو فقد وضع نفسه إلى جوار المباركين في مشهد يوم القيامة نرى المسيح في الأعلى ويتواجد الملعونون إلى يساره والمباركون إلى يمينه وينضم إليهم إنريكو دكتور زاكار يمكننا رؤية القوة المحركة للدائرة بأكملها على قمة قوس النصر على الجدار المقابل مع الرب الذي ينادي جبريل ويخبره ليذهب إلى السيدة مريم ويبشرها بحملها بمنقذ البشرية المسيح دكتور هارس ومن المثير للاهتمام أنه عندما رسم جوتو تصوير الإله قام بإضافة لوحة مرسومة ليست من الفرسكو من المثير للاهتمام أنه اختار رسم بنمط كان محافظا أكثر ويتسم بتصاوير أقل دنيوية كتلك التي نراها في لوحات الفرسكو بالعودة إلى مشهد البشارة على هذا الجدار نبدأ برؤية الخداع البصري الذي تخلقه تلك الدوائر عند النظر إلى السيدة مريم والملاك جبريل نلاحظ أن جوتو أنشأ مساحة معمارية لكل منهما هذه ليست لوحات ذات خلفيات من الذهب تشير إلى مكان سماوي بل هذه أماكن دنيوية يتواجدان فيها دكتور زاكار هناك مثال جيد آخر على طريقة إنشاء التصاوير العمرانية والمساحات في هذه الحقبة التي سبقت اكتشاف المنظور الخطي يوجد مشهدان أسفل مشهد البشارة ويضمان مشاهد عمرانية جميلة فارغة تم تصوير غرف تحتوي على مصابح زيتية للإضاءة تدلى من السقف وهناك إحساس رقيق بوجود مكان من الضوء والظل يعد هذا مثالا ذكيا على التصوير الواقعي ويوضح اهتمام جوتو بإبراز العالم الواقعي المحسوس الذي تسكنه البشرية